تحياتي لكل سلام مشاهدين و اهلا بكم و حلقة جديدة من برنامجكم جناتين زي ما عودناكم ان في حلقات هيكون فيها مش هنتكلم عن موضوع معين لا هنفتح اسئلكم و هنجاوب على كل استفساراتكم اللي تبعطوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة البرنامج فيه سيدات كتير جدا بتبعت اسئلة بنوجهها للدكتور و الدكتور بيجاوب عليها و ضفنا النهاردة الموجود معنا هو اسم جدير في عالم الطب و غني عن التعريف هو دكتور محمد حسني اخصاء الحقن المجهري و اطفال الاناديب استشار جراحة المناظر و عضو الجامعية الاوروبية للاخصاب المساعد و عضو الجامعية الاوروبية لتدخل الجراحي الضقيق و اخصاء الجودة من الجامعة الامريكية اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا زي جديد دكتور الحلقة دي احنا قلنا نجاوب على كل الاسئلة اللي تيجي لحضرتك اول سؤال معينا صمر من منصورة بتسأل حضرتك هل في ضمان بيأكد نجاح عملية الحقن المجهري من اول مرة نعم طبعا ليه كده يا تكتور اول سؤال طيب هايك في ضمان لحنا نوصل لاعلى نسبة نجاح لكن نوصل نسبة نجاح نسبة 100% مفيش مركز في الدنيا نسبة نجاح و 100% لانا ربنا الصلاة تعالى ده متحكم في الموضوع نسبة النجاح زي ما احنا قيلين قبل كده اللي هو السيدة اللي هي من 20-30 سنة بتبقى من 50-60% من 30-35 سنة بتبقى من 30-40% بتبقى من 35-40 سنة بتبقى في حدود 25-30% فوق لـ 40 سنة بتبقى 15% ممكن تبقى أقل طيب ما قلتش في نسبة النجاح كلها لنسبة النجاح 100% حيث لما قول من 50-60% احنا بنتكلم على الحالات الكويسة اللي مفيش فيها مشكلة ان أجلنتها كويسة وبطنط الرحم بتاعتها كويسة وزرعت في المكان المناسب في الرحم وخالت العلاج المناسب وعملت الفحوصات الكويسة الفحوصات اللي بتبين في مشاكل ولا لا موجودة في الدم أو في أجسام مضادة أو أي حجم الحاجات دي اللي ممكن تؤدي إلى فاشل عملية للحالة المجاري واخدنا لها علاج خدنا العلاج وانتظمنا عليه وزرعتنا أجلنا كويسة في بطنط الرحم كويسة في المكان المناسب في الرحم كده وصلنا لأعلى نسبة نجاح لكن مش 100% لسه موصلناش أو الطب لسه موصلش 100% لأ حضرك عملية للحالة المجاري بتبع عبارة عن تكوين جنين من جاي من بويضة من السيدة وبيحيوان منوى من زوجها وبيتحطوا في وسط مناسب في الحضانة شبيه بالرحم بيكون الجنين ده الجزء الأول من حدوث الحمل الجزء الثاني اللي هو زرع الجنين في بطنط الرحم ده لحد الوقت ربنا سبحانه وتعالى محتفظ بي ايه اللي بيحدث الاشارة اللي بتحدث بين الجنين وبين بطنط الرحم بتخلي السيدة دي تحمل وما تحملش لحد الوقت احنا منعرفها يعني نقول لكل سيدة ان عملية الحالة المجارية عبارة عن مرحلة تيض مرحلة بيبدأ فيها الطبيب بيبدأ يعمل اللي هو العمل بتاعه وبعد كده بيرجعت المرحلة التانية هي ارادة ربنا سبحانه وتعالى طيب معانا نوها من اسوام بتسأل حضرتك ايه اللي ممكن تعمله عشان تتجنب فشل الحقن المجاري عملية الحقن المجاري اه ان نمشي خطوة خطوة يعني السيدة لو جاية تعمل حقن مجاري او عندها تأخر في الحمل نازم تمشي خطوة خطوة حسب المشكلة بتاعة الزوج لو في مشكلة في الزوج او مشكلة في الزوجة اللي السبب يتعالج نشخص صح السبب بتاعة تأخر الحمل اه نعرف ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجودة لو سيدة عاملة قبل كده حقن مجاري وفشلت ندور على سبب الفشل عن طريق اللي احنا ممكن نعمل من نظر رحمي عن طريق اللي احنا نشوف سبب الفشل بتاعة المرأة اللي فاتت الجودة الاجنة فاها مشكلة ولا لأ جودة البويضات فاها مشكلة ولا لأ الحيوانات المنوية اللي خرجة من الزوج كانت كويسة ولا لأ عادة البويضات اللي اتخصبت بعد الحقن كانت اعدادها ايه عدد الاجنة اللي انقسمت بعد الاخصاب عددها ايه عدد الاجنة اللي وصلت لليوم الثالث او اليوم الرابع او الخامس عددها ايه من وسط البويضات كلها فلو عرفنا فين المشكلة هنبدأ نعالج فاللو سيدة جاية تعمل اول مرة حقن مجاري بتمشي بروتوكول خاص بيها لان كل سيدة لها بروتوكول مختلف عن السيدة الاخرى الانتظام في العلاج واخذ الجرعات في الاوقات اللي الطبيب محددها للسيدة من اكتر الاسباب اللي ممكن تساعد السيدة على حصول حمل بعملية حقن مجاري بعض السيدات يعني بيبقى ممكن عندهم نوع من انواع الاهمال فيقولك لا انا نسيت فخات الحقنة متأخر انا نسيت وما خدتش الحقنة العلاج الدكتور الطبيب بيطلعوا للسيدة وعشان تاخدوا في البيت لازم يكون محطوط في ايسبوكس في تلج او في باب التلاجة لو فرضوا كارابة قطعت ايه تلج حاجات بسيطة جدا ممكن تؤدي للفشل لعملية الحقنة الميجاري عارفك انا بقول لحياك الحاجات دي مش موجودة في كتب انا حاجة بقول لحاجات دي انا شفتها في عينين يعني الدكتور الوحدة في بلد الريف ويعني اتكرابة عندهم بتقطع فترات طويلة شوية فقعدت يوم كامل الحوانة طبعا محارفة خلاص بازت خلاص بازت فهي طبعا هي متعرفش حاجة زالي الانتظام في الاجزة حفظ الادواف مكان كويس المركز يكون المعمل بتاعه ممتاز لان حاجة الميسترو بتاع عملية الحقنة المجهاري مش الدكتور النساء المعمل اجنة حاجة لو الدكتور المعمل اجنة هو اللي بياخد البويضات وهو اللي بيحقنا بحيوان مانا صح ولا قا صح لا لو الدكتور مش عارف البويضة كويسة من الوحش ومش عارف يحدد الحيوان مانا كويس من الوحش ومش عارف يعمل ايه ده ومش عارف يعمل ايه ده ويحدد ده يتنقل يوم تالت او رابع او خامس لأنه مشانا اللي بيحدد اللي بيحدد دكتور المعمل فالمايسترو اللي هو مايسترو العملية كلها ونجاحها بيعتمد عليه هو نعم الأجنة طبعا الأجهزة بتاعة معامل الأجنة تكون كويسة احنا حركة عندنا في المعمل عندنا في نوع من أنواع الحضانات بتبقى الأجنة كلها بتاعة المركز كلها محتوطة فيها فطبيعي اللي حركة بعد ما بتحقن الأجنة بتحقن البيضات بحيوان ما أنا ويتشوفيها بعد 48 ساعة عشان تحددي من اللي تخصب ومن اللي لأه ومن اللي بدأ ينقسم عشان تحددي هتنقل اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس ففي أنواع حضانات كتير وحركة بتفتحي فبتفتحي على الأجنة اللي كانت معمولة بارح يعني فتحتي شممتها الهوى في وقتها مش محتاجة فعشان تشوف بتاعة ما تفرض مثلا احنا عملنا حقن مجهر السيدة يوم السبت وحركة يوم الحد بتاعة يوم الحد المفروض نفتحها يوم الثلاث فحركة احنا فتحنا يوم الاثنين عشان نشوف بتاعة يوم السبت فبتاعة الحد دي هتفتحت بدري فبتضر طبعا أجودة الأجنة عندنا في المركز الحضانة كل يوم ليه حالاته حضانة بتبقى أجزاء بعدد أيام الأسبوع يعني مش محتود كله مع بعض لا 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 يوم السبت ليه جزءه اللي هي حضانة مخصصة بأيام الأسبوع السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس بحيث أنا عايز أشوف الأجنة بتاعة يوم السبت للسيدات اللي عامت عندي حقن مجاري بفتح لك طبعا يوم السبت إن أنا كده كده إيه حالات أتشوفه بتوع يوم الحد الشيك أب اللي باستمرار على الغازات وعلى الرطوبة وعلى درجة حرارة الحضانة اللي موجودة في المركز يكون باستمرار يكون في باور سابلاي موجودة عشان لو فرض لأي ظرف من الظروف والكهرباء قطعت ما تقطعش وبأشايلها ما يكون في مصد الطيار الكهرباء أوتوماتيك يكون متوصل بالحضانات لأن لو الكهرباء قطعت أكثر من ربع ساعة بعض الأجنة كلها فالتجهيزات دي حاجات بسيطة جدا بتفرق جدا 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 في نجاح عامية الحالة المجالية وأهم حاجة طبعا دكتور السمنة إحنا لازم السيدة تتفادى السمنة كلها حاجة لو تكلمنا على حاجات موجودة في السيدة طبعا التجهيز السيدة قبل الحالة المجالية وحتى الزوك كمان واختيار نرجع برضو ونقول إن كلمة اختيار المركز الناجح والمركز اللي فيه أحدث أجهزة واختيار الطبيب دي أهم معامل في نجاح العاملية طبعا 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 طيب فيه سؤال تاني يا دكتور من وفاة من الشرقية بتقول لحضراتك هل تختلف نسبة نجاح عاملية نقل الأجنة المجمدة عن نقل الأجنة الفرش اللي هي تكون نفس المحاولة في نفس المحاولة نسبة نجاح الأجنة المجمدة أعلى حوالي من 5% ل7% عن الأجنة الطازة اللي بتتنقل في نفس الشهر اللي بنيعمل في الحق المجالي وفي مراكز دلوقتي موجودة في أوروبا حاجة اسمها فريز أول ما تنقلش الأجنة في نفس الشهر اللي انت عملت في الحق المجالي ليه بقى السيدة بتبقى واحدة كمية مناشطات بتجهد المبيض بتطلع كمية المبيض بيطلع كمية من الهرمونات بتخلي بيطانة الرحم مش بيطانة سوية لحدوث الحمل بتبقى متأثرة بكمية هرمونات عالية جدا فده طبعا بتأثر احنا مطلع بويضات هرمونات كتير بتطلع في شوية تغيرات بتحصل في الهرمونات الشهرية اللي بتبقى موجودة في كل شهر عند السيدة فبتبقى بتنطر رحم بتتأثر فبتبقى نسبة النجاح اللي احنا عارفينها طيب ايه الميزة في المجمد اللي انا مما بدي طيب دكتور هنوقف عندي ميزة المجمد نطلع فاصل ونرجع نتكامل مع دكتور محمد فورجعنا لكم ونسا مكملين مع دكتور محمد حسني وكنت قابل الفاصل يا دكتور كلنا عارفين ان الحاجة الفرش احسن من الحاجة المجمدة حالك بتقول لي اذا الحاجة المجمدة او الاجنة المجمدة ليها مميزات ايه مميزاتها ايه الاجنة المجمدة زي ما قلت حقيق قلت قابل الفاصل اللي فيه التغريرات الهرمونية اللي بتحصل بنتيجة الاستجابة لمنشطات بتأثر على جودة بطانة الرحم المستعدة لاستقبال ايه الجنين طيب ايه الميزة بقى في الاجنة المجمدة الاجنة المجمدة بننقلها على بطانة الرحم مش مجهدة بمنشط بتبقى متجهزة صح انا اللي بتحكم في الوقت بتاعنا للجنين مش البويضات ونمو الاجنة اللي بتتحكم فيه انا يعني انا بيجي علي وقت بقى المسلا عند اليوم الخامس وابقى عارف اليوم الخامس ده اليوم العشرين او واحد وعشرين للدورة الشهرية اللي هي احنا عملينا في الحالة المجارة وعارف نسبة نجاح تبقى قليلة لان كده سحبت فبطانة الرحم الوقت بتاع استقبال الجنين ممكن يكون قافل قبلها بيوم او يومين في الاجنة المجمدة لا الاجنة المجمدة انا اللي بتحكم انا اللي يعني بطانة الرحم انا اللي ما بيهمنش بويضات طلع ولا فبتحكم في ايه في بطانة الرحم حاسيت ليها رفعية شوية بزود جرعة الهرمونات عشان تستجيب ليها بسهولة ما بديش منشطات فنسبة النجاح بتبقى اكتر النقطة اللي حقيقة كلمتي فيها بقى يقول لك الفرش احسى من مجمد لا هو ان فيه نقطة هو الاجنة اللي احنا بنجمدها مش بنحطها في الريزة بتاعة اللاجة لا خالص احنا نحطها لها نيتروجين فبنوقف نشاط الجنين ومنفكها الفترة بتاعة تجميد الاجنة ما بتفرقش يعني فيه حالة مسجلة 15 سنة اجنة مجمدة والسيدة نقلتها بعد 15 سنة وحملتها وولدت حالة في اوروبا الاجنة بتوقف نشاطها بالمواد اللي بتحط عليها اللي هو النيتروجين بتتحط بقى في الكنتينر بتاعها باسم الزوج والزوجة والكود بتاع الفايل بتاعهم هننقل الاجنة مثلا في اليوم الفلاني بتطلع قبلها بساعتين وبتتفك طبعا في بعض الاجنة بتتأثر طبعا عشان كنا بنحب نجمد اكتر من اتنين او تلاتة عشان لو فيه واحد يتأثر الاجنة التنة متأثرش وبننقل الاجنة انا هاك عندي سيدة يعني من ضمن الحيات عملت حقني مجاري كزا مرة مرة واثنين وثلاثة وكلها بتفشل بتفشل يعني بتفشل حتى مش بيصل حمله بينزل ما بتحملش خالص فعملت لها مرة فشلت كالعدب كان لها مرة بقى المرة بتاعة التانية كان فيها اجنة مجمدة انا بحب بدي جرعات كبيرة من النشطات عشان يبقى عندي مجال بيكون عندك كمية جديرة اه كمية من بويضات كتير وتبقى كمية من الاجنة كتير ساعتها بيبقى عندي مجل التجميد فكان لها جنين متجمدين نقلت الاجنة المجمدة بعدها بتلها الشهور من الفشل الاولانية والحمد لله رزقت بطفل ولد في حملته رزقت بطفل طب ايه اكتر وقت يا دكتور يعني ممكن سيدة تطلب من حراكة اني تتجمد لها الاجنة اكتر من سنة او اتنين عندنا الفكر ده موجود في مصر ان انا ممكن اجل حلاك واقول ان انا عايزة اجمد انا مش عايزة احامل دلوقتي انا ممكن اعايزة احامل بعد سنة اتنين فممكن اطلب من حراكة انت تتعمل لي تجميد الاجنة لمدة سنة او اتنين اه براحلتها حسب رابط السيدة يعني لو فرض مثلا تفرض مثلا اللي السيدة هتجري جراحة مثلا سلحوض او اي حاجة ممكن تأثر على المبيض او شيء من الاشياء ده وكانت جراحة لازم تتم في اغرب ورصة بنامي عاملت الحالة المجارية وبناخد البيضات وبنامي عاملت الحالة المجارية العادية خالص وبنجمد الاجنة لوقت ما تكون هي مناسب لها سنة اتنين تلاتة اربعة عشرة هي اداشي اللي جعلها هي مشان اللي بقول العينة تعالى منقلك الاجنة بتاعتك العينة بيجيلي اه العينة بيجيلي يا دكتور انا عايزة ان الاجنة المجمدة بتاعتك بيبدأ اجهزها شهر واثنين ووقت واحد اللي لها المعاد بتاعتك اللي لها الاجنة المجمدة فيه نقطة برضو بالنسبة للتجميد فيه تجميد للحيانات المنوية فيه تجميد للبعيدات وفيه تجميد للاجنة وما فيش فرق يعني يعني هكي ما فيش فروق تقول مثلا الطازة افضل من من المجمدة هو بالترتيب افضل تجميد هو تجميد للحيانات المنوية في النتائج بعد فك التجميد يا ليه الاجنة يا اخر حاجة لبويضات بس يعني كل حاجة اللي احتياجها بنوتة مثلا وعندها هتلجأ مثلا لجراحها في الحوض او هتتعرض لعلاج اشعاعي مثلا عشان وراء موجود في الحوض فهيتعرض مابضة هيتعرض له فهيبدأ المخزون بتاعه يقل فاحنا عايزين نحافظ عليها فيه طريقتين اللي احنا بند بناخد مخش بالمنزار وناخد جزء من المبيض من خلال المبيض وبنجمدها وبعد فترة معينة بنحطها في مكان معين في الحوض بعد كم سنة بعد ما تشفى تماما وفيه الطريقة الافضل اللي هي ندها من نشطات وناخد بويضات ونجمدها شهر واثنين وثلاثة وتتجمد البيضات باسمها في الحضانة وبعد ما تبتجوز بعد كده ان شاء الله لو فيه مشكلة في المبيض بتاخد من المخزون بتاعه المخزون بتاعه طيب فيه سؤال كان يجايلنا من رشف في البيزة بتقول لحضراتك على اي اساس بيتم تحديد نسبة نجاح عملية الحقن المجهري رقم واحد اللي ما علوهش خلاف عمر السيدة السن السن وهتن نقولها لان احنا بنعاني في المراكز من السيدات اللي ييجوا سنهم كبير وبقالهم فترة كبيرة متجوزين ومستنيين يحصل حمل طبيعي طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء احنا ما بنقدرش ما نقولش الوحدة ان احنا هتدخل وهنعمل لك وربنا سبحانه وتعالى اردته نفز علينا بس ربنا سبحانه وتعالى ادانا اسباب للعلاج ما لجأش انا للعلاج وقول مش هاخده للوقتي وقول ربنا هيشفين لا حقيقة ربنا قادر بس ربنا برضو علمنا الاخذ بالاسباب حقيقة سيدة تزوجت وخدت علاج ومنشطات وحصل فشل لأي وسائل من وسائل حدوث الحمل ومقدمهاش للحق المجاري كل مكان بدري كل مكان افضل يعني نسب نجاح الحق المجاري في السن من 20 لتلاتين سنة هو افضل نسب لحدوث الحمل من تلاتين لخمسة وتلاتين سنة النسبة بتقل من خمسة وتلاتين لاربعين سنة بتقل شويتين فيقول لاربعين سنة بتقل لتلات شويات فالسن هو اللي بيتحكم في نسبة نجاح الحالة المجاري نلجأ بقى الأسباب اللي بتظهر ساعة عملية الحالة المجاري جودة البويضات بتؤثر طبعا على الحالة المجاري جودة الحيوان المنوي بتؤثر على نسبة نجاح الحالة المجاري جودة بطانة الرحم بتؤثر على نسبة نجاح الحالة المجاري جودة الأجنة بتؤثر على نسبة نجاح الحالة المجاري طيب هل نسأل أسئلة سريعة دكتور عشان طبعا سيدة مشاهدين بيزعلوا ان احنا ما منجاوبش على كل الاسئلة في عندنا ولااء من القاهرة بتسأل حضرتك هي تعمل ايه لو التحليل طلع سلبي هل هتنفع تعييد المحاولة تانية اه مرة واثنين وثلاثة وربعة وخمسة لحد سبع مرات طيب معانا سؤال تاني من بسمة من داهلية بتقول هل تقدر تعرف عدد الاجنة والاتمنان على الحمل طبعا السيدة اللي بتجي تعمل حقن ميجاري بعرفها عدد البويضات اللي طلعت اللي عدد الكويس يوم ايه والواحد يوم ايه وانا بزل عليها الاجنة بعرفها عدد الاجنة اللي انزلها تقد ايه وبمجرد ان حال السيدة بتحمل بعد 15 يوم بنعمل اشعمة بالية عشان نشوف كم عدد الاجنة اللي حصلها زرع وحامل في كم جنين طيب في سؤال تاني من ايمان بتقول لحركة هي تقدر تسافر بعد اجراء جراحة او نقل الاجنة اه ممكن تسافر بعد في خلال من اربعة ايام لخمس ايام تسافر حسب السفر اه لو انت كامل على السفر برا مصر مثلا سيدة جالي من برا مسلا وعايزة تعمل وترجع تاني اه ده في خلال تلاتة ام اربعة ايام لكن السيدة اللي عملت الحان المجالي وهتبقى المواصلات داخلية جوا مصر بمجرد اللي احنا زرعنا الجنين عشر دقايق في العمليات وقعدت برا الفترة اللي هي من ساعتين لأربع ساعات حذرك لو مشت وراحت الصعيد مش هتفرق لو لديت مواصلات عادية او عربية او حاجة انا هدي حررك مثل بسيط جدا وبحوى حاجة مثل هيسهل الموضوع حقك لو جمت بمبناية وحطها في بقك وقفلت بقك عادي من شغير ما تقفل يا بقك جامد وهزيت دماءك كذا هزا كده البمبناية دي هتقوم بقك بس احنا الرحم مش هنضفه يقع لجواه مفيش كلام من ده خالص غير ان حقك احنا بندي علاج ساعد زرع الجنين بيخل الرحم يثبت في الجنين ساعد نقل الاجنة وعلاج قبل الاجنة بكم يوم وبعد الاجنة بكم يوم فحاجة مش المشوار هو لا يقصر تماما 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 جاي فيه فيديو جايه بس قبل الحلقة ما تخلص لسيدة عشان بس هايقل الفرق بين مصريين والبرقى مصري سيدة جايبينها عامل حقنة مجانة ومعها الطفل بتاع فجايبينها بمصورينها ساعة ساحب البويضات وساعة زرع الاجنة وساعة معرفة ليه حامل يوم زرع الاجنة صوروها وهي خارجة من المستشفى وراكبة العربية بتاعتها وهي اللي ساق ومروحها مش حد يسائلها ولا هي نايمة مثلا بقى ولا الكلام ده خالص عادي جدا خالص خالص كل الموضوع بس يفيش وقت احتياطات أثناء السفر تكون وسيلة المسافر مريحة بس طيب سريعا يا دكتور لازم تنتظر السيدة اسبوعين لعمل اختبار الحمل بعد عملية تحاني مجالي أي نتيجة قبل 14 يوم لا يعتد بها سواء إيجابية أو سلبية يعني بعد 14 يوم بتبدأ تعمل لازم أي نتيجة هتتعامل قبل 14 يوم سواء إيجابية أو سلبية لا يعتد بها تماما خيط في نهاية حرقتنا أنا بشكرك يا دكتور محمد عارف انت بستعجل بشكر الدكتور محمد حسني أخصاء الحقن المجاري وأطفال الأنابيب استشار جراحة المناظير وعضو الجامعية الأوروبية للإخصاب المساعد وعضو الجامعية الأوروبية لتدخل الجراحي الدقيق وأخصاء الجودة من الجامعة الأمريكية شكرا لك يا دكتور وبعتزي طبعا لكل سادة المشاهدين اللي هم بعتونا على صفحتنا وقدرناش نجاوب على كل أسئلتكم بس صدقوني احنا بنختار يعني كل مرة هنختار بكل مجموعة أسئلة وكده وحاولوا تبعثونا تاني وان شاء الله هنقدر نجاوب على كل أسئلتكم وانتظرونا في برنامجكم جنتي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة